الحقيقة احنا كنا عايزين ندي فكرة لمشاهدين الاول ايه هي الشرايين التاجية وايه الدورة الدموية اللي حوالين القلب اللي هيبقى حلقتنا كلها عناها النهاردة تفضل الشرايين التاجية باختصار هي الشرايين المسؤولة عن تغذية عضلة القلب احنا زي ما احنا عارفين هي الشرايين هي الحاجة اللي بتوصل الدم لأي جزء في الجسم فالشرايين المسؤولة عن توصيل الدم لعضلة القلب لتغذيتها هي بتسمى بالشرين التاجية هي الحاجة بتسمى بالشرين التاجية لأن وضعها عامل زي التاج حوالين القلب الشرايين ملتفة حواليه من أعلى الأسفله زي التاج بالضبط لشان كده بتسمى بالشرين التاجية الشرايين التاجية عندنا تشريحيا موجود شريان أيمن أيمن رئيسي وشريان أيصر رئيسي الشريان الأيصر الرئيسي ده بينقسم إلى شريان أمامي وشريان خلفي ملتف احنا اهم واحد عندنا فيهم هو شريان الامامي ده بيسمى بشريان الايصر الامامي النازل وده بيغزي حوالي 70% من عضلة القلب من جدار عضلة القلب بما فيها بقى البطين الايصر البطين الايصر بالضبط اللي هو الاهم بيغزي 70% من حجم عضلة القلب الشريان الامامي النازل وده شريان الاكبر بعد كده بيظهر من هذه الشرايين تفريعات اخرى صغرى تسمى في معظمها بالشرائين المائلة وتنتهي الدورة الدموية أن الشرائين دي بتصب في أوردة القلب اللي هي بيتقال عليها الوريد الأكبر يعني بعد ما تخلص الدورة بيصبوا دمهم كله في الوريد دوت وترجع الدورة للذب التالي طيب يا ترى إيه اللي بيأثر على الشرائين التاجية ديت يعني إحنا بنقول إن بيحصل لها دي وانسداد إيه اللي بيأثر عليها وكيف يحدث الديق والانسداد طبعا بالتبريك طبعا بيحصل أكيد أكيد إحنا عندنا العوامل اللي بتأثر على الشرائين التاجية بنقسمها إحنا طبيا لحاجتين حاجة إحنا بنقول عليها modifiable يعني يمكن التحكم فيها ونن modifiable risk factors يعني عوامل الخطورة التي لا يمكن التحكم فيها إحنا دايما اللي لا يمكن التحكم فيه زي الوراثة مثلا يوجد عامل وراسي في أمراض القلب زي التوتر أو الإرهاق العصبي في أحيان كتير بيبقى لا يمكن التحكم فيه اللي بيهمنا أكتر وبنركز عليه هي العوامل المodifiable اللي هي يمكن التحكم فيها زي رقم واحد التدخين ده الأكثر تحكم فيه زي السكر زي الضغط زي اضطراب الكوليسترول والدهون زي طبعا المتلازمة السمنة كل دي عوامل بتأثر على الشرائين التاجية وتتسبب في أن يحصل فيها تضايق التضايق ده بيحصل بصورة من صورتين يأما بصورة تدريجية اللي هي بتظهر عندنا في هيئة الزبحة الصدرية المستقرة له أن مريض بيشتكي لما يعمل مجهود من ألم في صدره مع المجهود كلما يقوم بمجهود ما يشعر بألم في صدره وده بتحصل على مدى سنين بصورة تدريجية وتزيد تدريجيا مع الترصبات اللي بتحصل الترصبات الدهنية والتكلس داخل الشرية أو بيحصل في صورة أخرى اللي احنا بنقول عليها المتلازمة التاجية الحادة المتلازمة التاجية الحادة دي اللي هي الجلطات القلبية والزبحات الغير مستقرة اللي هي بتيجي فجأة بتتميز أنها حاجة غير متوقعة زي ما ساعدتك بتقول كده بتيجي فجأة المريض يبقى احنا بالنسبة لنا المريض المستقر يقول أنا عارف أن أنا لو مشيت العدد الفلاني من الخطوات أو المسافة الفلانية هيجي لي وجع فأنا ما بمشيش المسافة اللي بتجيب لي الألم هو متوقحة وعرفها وطط نفسه على كده بالزبط الغير مستقرة بتيجي مفاجأة وبصورة شديدة جدا ومؤلمة جدا في هيئة الزبحات والجلطات